وقع خلاف بين صديقين تبادل فيه سلبياتهما عجبني ما نعت به كل واحد الآخر إذ تم بشكل حضاري خال من العنف قال الأول أنت متفائل بصورة عمياء مهمل غير مسؤول سطحي غير لبق قال التاني أما أنت فعنيد تقف ضد الأمور مشاكس ولا تعرف معنى العاطفة صده الأول بقوله أنا محب للمغامرة متميز وشجاع متحمس ولدي ثقة في النفس أما أنت فأناني سريع الغضب متهور عديم الصبر وطائش أجاب التاني لا أنا صبور يمكن الاعتماد علي هادئ الطبع من شيمة الإصرار والطمأنينة لكن أنت محب للتملك كثير الرفض للأمور غير مرن جشع منطو على ذاتك طماع وغيور رد الأول منتصب القامة أنا ذكي متقد الدهن متعدد المواهب اجتماعي ومتأقلم أما أنت فمتوتر غير ثابت على حال عصبي فضولي وماكر قال التاني كلا تم كلا أنا عاطفي ومحب صاحب حدس وبديهة وأتوفر على خيال واسع أما أنت فعنيد ود انتقادات لا دعه مزاجي وسريع الغضب غير قادر على عدم إتعاب عقلك هز الأول رأسه وقال أنا والله كريم دافئ القلب مبدع واسع العقل وفي ومحبوب بينما أنت تحب المفاخرة والغطرسة متسلط تتدخل بشؤون الغير متشدد وغير صبور قابله التاني وقال بل أنت السريع لانزعاج الكثير القلق وفي قلبك قساوة أما أنا والله متواضع يمكن الاعتماد علي مجتهد النشيط أميل إلى التحليل والاستنباط استدار الأول ثم عقب قائلة أنا رومانسي ومؤذب سهل للقياد اجتماعي وصاحب مبادئ لكن أنت سادج ومتمرد تتأثر بسرعة منطو على نفسك وجامد الفكر احتستاني جرعة ماء ولوح بيده ثم نتقى أنا صاحب عزيمة قوي دو طاقة لا تقهر شخصيتي جدابة وأنا كتوم للأسرار أما أنت فكثير الرفض تحب السيطرة وعني جدا أشرف الأول على الانصراف إلا أنه عقب بقوله لا يا صديقي أنا رجل عملي عاقل وطموح صاحب روح مريحة حدر ومنضبط بينما أنت متشائم بائس حاقد متمسك بالتقاليد أكثر من اللازم وصل صديق بعد صفر طويل وبدأ أن تصفحوا وتعانقوا أحس ببرودة بينهما قال أخبراني عما جرى بصراحة أخبراه بالحقيقة فأقسم أن لن يجلسا رغم تعبه إلا بعد أن يمدح أحدهما الآخر قال الأول أنا المبتدئ ما كنت لأهجيه إنما كنت أتدرب على الهجاء أما الثاني فقال أما أنا فكنت أجرب نفسي هل أقدر على المواجهة ثم تعانق وتسامح وكل واحد يقول للآخر أنت الكريم شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم